بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على رمز جديد او هنفسر مع بعض رمز جديد. الحياة هنتكلم النهاردة على رمز من الرموز اللي بتحمل خير كبير جدا لصاحب الرؤية او للرأي. اولا الرمز ده بيدل على نجاح من مشاكل. كمان بيكون بشارة بقدوم خير بقدوم رزق. كمان بقدوم فرحة للرأي. برضو من الرموز اللي بتدل على خلاص من هم او من مشكلة. بشارة برضو بقدوم اه اخبار سارة او اه قدوم بشارة اه سارة للرأي. اه برضو من الرموز اللي اه بتدل على اه نجاح اه للرأي في حياتك بشكل عام. اه كمان حصوله على اه وظيفة لو كان اه بيسعى لعمل. فمن الرموز المبشرة اه بحصوله على اه وظيفة او عمل جديد. برضو من الرموز المبشرة بالفرج. اه والخروب من اه هم. اه برضو من الرموز اللي بتدل على اه خير اه واسع قادم للرأي. كمان من الرموز اللي بتدل على حصول الرأي على اموال. اه سواء كان اه الاموال دي اه من مراس او من او كان مال ضايع منه. اه برضو من الرموز المبشرة جدا بالشفاء لو كان الرأي اه مريض او بيعاني اه من مشكلة. اه برضو من الرموز اللي اه بتدل على الزواج. اه لو شفته اه فتاة عزباء فمن الرموز المبشرة جدا اه بالشفاء. اه برضو احيانا بيكون اه يعني من الرموز برضو اللي احيانا بتكون اه شوية غير محمودة ممكن تدل على برضو على اه مشكلة هو هيمر بيها الرأي ممكن تدل على اه على هم او حزن ممكن يمر بيه الرأي. اه برضو الرمز ده لو شافه حد شوية كان عاصي او بيرتكب ذنوب فمن الرموز برضو اللي بتدل على التوبة والهداية. اه هنعرف مع بعض ايه هو الرمز ده. كمان هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة وبتدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي او امتى بتكون رؤيته غير محمودة بتدل على مشكلة او على هم او على حزن. الرمز اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة وهو رؤية المطر. اه رؤية المطر في المنام للفتاة العزباء. اما تشوف ان التانية بتمطر. اه فمن الرموز اللي بتدل على اه خلصها من هم او اه من مشكلة اه كانت بتمر بيها. اه كمان رؤية المطر اه في المنام برضو من الرموز اللي بتدل على قدوم بشارة صارة اه ليها. اه لما تشوف ان المطر غرق اه هدومها او كان يعني نازل على اه ملابسها فدي اه فترة اه بشارة لها بالفترة اللي جاية في اه اللي جاية في حياتها هتكون مليانة سعادة اه وفرحة. برضو من الرموز المباشرة ليها اه بالزواج. اه كمان لما تشوف انه اه المطر نازل اه رؤيته اه حبات شكلها حلو اه بتلمع اه شبه اللقلق كده فمن الرموز برضو اللي بتدل على رخاء وعلى سعادة اه قادمة اه لها. في حالة ان الرمل اختلط اا بال ااا المطر اختلط بالرمل فو كان شكلها شكله غير مستحبي يعني اشبه بالطينة كده او بالوحل. فدي من الرموز اللي شوية بتكون غير محمودة بتدل على اه هم او مشكلة اه ممكن اه تمر بيها. كمان لو شافت المطر نازل بازية. انه اه عزاءها برضو بتكون رمز غير محمود. المرأة المتزوجة برضو لما شوف ان هي السماء بتمطر كمية من المية ولكن يعني مش مؤزية فبشارة لها بحمل لو كانت هي بتسعى لحمل. آآ كمان من الرموز اللي بتبشرها ببشارة صارة وبتحقيق امنية لها او بشيء كبتسعى لي. آآ كمان آآ المطر كمان للمرأة المتزوجة من الرموز اللي بتدل على فرج وآآ خلاص منهم. آآ برضو من الرموز اللي بتدل على رزق واسع قادم آآ ليها. لو كان عندها ابناء في سن زواج فبشارة ليها آآ بالزواج. آآ بقدوم اخبار صارة وبقدوم فرحة وسعيدة. المرأة المطلقة آآ لما تشوف المطر فمعني كده ان شاء الله ربنا هي رزقها. او هي آآ هيكون في عوض ليها عن ايام شوية كانت صعبة هي آآ بتعيشها. آآ كمان من الرموز المطر للمرأة المطلقة برضو من الرموز اللي بتدل على راحة آآ بال وقدوم خير. ولو كانت بتسعى على عمل فبشارة ليها آآ بعمل. برضو من الرموز المباشرة بوصلها لمرتبة آآ عليا او لمنصب او لمكانة. كمان آآ رؤية المطر للمرأة المطلقة آآ ولو شايفت انه آآ يعني بينزل كميات مناسبة وما يكونش مؤذي لها فبشارة لها باموال آآ قادمة. المطر للرجل كمان لما يشوف آآ آآ نزول المطر آآ بكميات آآ مناسبة آآ لو كان مدزوج فبشارة لي آآ باموال وآآ برزق آآ قادم ليه كمان بنجاح في تجارته او تحقيق مكاسب او ارباح آآ في تجارته آآ كمان الرجل لو كان مريد او الرائب بشكل عام لو كان مريد وشاف ان اللي هو المطر نازل عليه فمن الرموز اللي بتدل على الشفاء وآآ زوايا القربة او زوايا الهم آآ لما يشوف الرأي انه المطر نازل على البيت آآ البيت الخاص بالرأي فدي مكاسب وآآ آآ هيحصل آآ عليه. اما نزول المطر آآ بيعني آآ شوية فيه ازية او انه هو كميات كبيرة او مطر آآ شديد جدا. فآآ آآ يعني من الرموز اللي ممكن آآ تدل على وجود آآ آآ اشخاص غير صالحين آآ محيطين آآ بالرأي آآ كمان من الرموز اللي ممكن شوية تدل على آآ آآ حزن آآ او مشكلة هو ممكن يمر بيها. عم يشوف الرأي انه هو بيدعو آآ تحت المطر. آآ فدي من الرموز اللي بيدل على استجابة الضهائق. كمان لما شوف انه هو بيبكي آآ تحت المطر فدي فرج وآآ آآ تحقيق آآ آآ امنية آآ للرأي. لما يشوف كمان انه بيلعب تحت المطر. آآ فدي كدوم فرحة وسعادة ورزق واسع آآ للرأي. آآ كمان المرأة الحامل لما تشوف آآ المطر. فده آآ من الرموز اللي بيدل على ولادة آآ سهلة وولاية الطفل معافة. وكمان آآ من لو شافت ان المطر نازل على بيتها. فده كدوم اموال. وزواء المشكلة هي كانت آآ بتمر بيها. ده كده رؤية المطر. آآ اتكلمنا عنه آآ للعسباء للمتزوجة للمطلقة للحامل وكمان للرجل. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله ارد عليكم. آآ بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.